السلام عليكم كده لنا الاخوات لبس عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد كما العادة نتمنى انكم تكونوا اللباس على خير و بخير ان شاء الله الفيديو واضح حاولت نبارتج معكم انا نستطيع المسي من الناس بشكل كبير كنت جربتهم و جاءوني غزانين قد ضروري غادي نشارك معكم بطريقتي نتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف ضريف عليكم تبعوا معي الفيديو من الوحة الاخر بشوف معي الطريقة من الوحة الاخر ان شاء الله ياربطي ألعبت ثوات كذلافة كبيرة اضحوا اضحوا أمسه الغذرافة كبيرة الغذرافة ثم نضيف الغذرافة ثم نصف التوقع ثم نصف أمسه ثم نصف أمسه ثم نصف أمسه كما تشوفوا العجن يكون طريق كليين ما يكون شكل تاسق وما يكون شكل تاسح اما بيدكم اذا كان ممكن بالعجنة انا كنت شوية عينة سوف نعجنه غير في العجنة ما فيها بس ماشي مشكل تحيد لنا شوية ديال الوقت كما تشوفوا العجن راح تطري بزيان بزيان سوف نقوم بزيان ونجدها ترتاح يعني العجن واضح الطريقة احترى ما بغيتوش تضيره بالنسبة ل الخميرة يمكن لكم ما تضيفها غير انا على حسب الجو بارد قلت بس تسرع لي انا مضغية الطرخة ومشي نوجدهم في كل نهار انا تكسع ما بغيتوش تضير لنا مش مشا طغيكة تمشي ما الجو بارد قلت نضير معه واحد شوية الاخميرة انا بغيتو انتم ما يد وجدوها في الصباح تعجنو العجين على ما تجمعو ديالكم تجمعو ديالكم من وراء الغداء ديكسع تلقى وطلقات كتجيكم عمتيني احزن انا بغيت نوريكم الطريقة وباش اني نسرع الاختمار دياله وصافي باش دغيتكم تطلق لي وتعاوني وتجي مطلقة في الدية مني نبغي نورقها وهذا ما كان خليته ترتاح تقريبا ديك ساعة المقانة مو يمتشته ترتاح مزيان وضعت ليها غطيتها بشروفة من رتحت لي غادي نقطعها ككويورات يعني خرجت لي الساة الكويورات ديال المسمى اولى الملاوي غادي نخليهم عمتين يرتاحوا 1 ساعة ورجعت ليهم هنا اخذت السميدة ديالي رقيقة درت معها 1 خمرة حمرة وطبيس اليزويت و هنا اخذت كاثرون دوبت بها الخياس ديال اخذت غزالة ديال ليليا او لابريري النوعي يزوينة وزدت معهم تقريبا 1.5 كاس ودوبتها 1.5 كاس ديال الزيت دوبتها في كاثرون ونبدأ من بعد ما ارتاح لي الملاوي او للعاجين من يرتاح دهن السطح العامل بشوية ديال الزيت باش ما يبقاش التاسقلية في السطح العامل نساعده بشوية ديال الزيت ونحاول نبسطها مزيان حتى يبلينا التاتبو اللي كتبان شفاف اللي كتبان شفاف حتى يبلينا صدح العامل بشوية يعني تكون رقيقة مزيان ونضيف القياس لذلك الزبدة المدوبة مع شوية ديال الزيت ونرشو لذلك السميدة معها خمارة ونقوم بشوية الخمارة ساعتين ونجد الملاوي سأجربة معكم الكثير من الطرق سأجربة طريقة سأجربة سأجربة في القناة سأجربة طريقة سأجربة طريقة سأجربة طريقة سأجربة جرعة سأجربة طريقة سأجربة طريقة لا تقارب سأجربة طريقة و ق Δ 800 سأجربة جد reassert سأجربة خلال طريقة نضع إبدي يجب أن نجرب حركة لا تجعل الفراغ لا تجعل الفراغ يجب أن تكون طيبة يجب أن يكون طيبة يجب أن يخرج يجب أن تكون طيبة يجب أن تكون طيبة يجب أن تكون طيبة يجب أن تقوم بتحضير المشكلة الملوية تساعدك على الملوية و لا يشد لك الوقت لانه يختمر او لا يرتاح هذا مكان بالنسبة للخامير هذه الطريقة التي قلت لكم الملوية التي وجدت معكم يجب ان يكون مورقين من الداخل يجب ان يكون مورقين من الداخل كما ترون بعد ما ارتاح لك نحن بسطة طريقة حتى نحرب لها الحرب لها من البداية الملوي غير ما ندفعها على راحتها لا نضغط عليها او لا نزيار التوريقات طريقة سهلة و ناجحة انا جربت غسط الملويات لكي لا نضغط على الفيديو و نضغط عليها سميدة من فوق لكي يجب ان يكون اللون الصفورية على الملوي الوجه نكمل بنفس الطريقة ان يكون مورقينة و نضغط و نضغط عليها و نضغط ولكن نجد تدريهم مرتاحون غير واحد خمستاشر دقيقة هذا هو الهدف الخميرة في الملوي هذا هو المهم في الخميرة يجب ان يرتاحوا الى 15 دقيقة يرتاحوا الى 15 دقيقة اضحوا الى 15 دقيقة اضحوا مبسطا اضحوا الملوي اضحوا مبسطة نبسط 1 الربعة قدامي نبسط 1 الربعة قدامي نقشمع الدماء في التورق نبسط الدماء نبسط 1 الربعة قدام 편 نبسط 1 الربعة قدام اتشبط المقلرة صخونة مع مجهدة عليها العافية نرمي اول واحدة نرمي المقلرة نرمي المقلرة نرمي المقلرة نرمي المقلرة نرمي المقلرة تكون هناك لديك 장بغة نرمي المقلرة نرمي المقلرة نرمي المقلرة نرمي المقلرة يجي مورق و يجي محلول صراحة جو غزان ينشاوه منهم فنين ماشي كويس دي القهواء وعرين صراحة جو كده بشك فضل وقيته ديال البرد غير وقيته ديال المسمان من الحريرة أو شي حاجة مويد تكشي سخون يعني حاولي تبقى يتحليهم ها كامل جوانب باش كيسرع لك عملية ديال الانه و باش ضغيك يا طيب لك و ضغيك التورق لك باكيجيش مع الصد و لاسق يعني كيجي مورق لما كتشوفوا الموجهة ديالو الصراحة جم حمر نذهب جزوين و هادي تاني واحدة ان شاء الله مواما نكمل طيب ديال المسمانات كاملين اولى الملويات كاملين كيلي كيجمع ما بين المسمان والملوي كيقول صاحب يسمان واخا ملوي واكيقول لي مسمن ما شو مشكلة مهم الفكرة بينه و وصلات مهم الفكرة كيما كتشوفوا را عطيته و حاولت اني ننحلها من الجوانب را وضيك التبقى الفقانية را كتكون مقر مشا نحاول نحلها هاكا مهم 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 ما شاء الله جت مورقة من الداخل كما كتشوفوا جا الملوي رائع مميز كيستاهل او لا كيستحق انه يتجرب بزاف هذا هو الملوي ديالي من بعد ما وجدته كنتبنى انه يعجبكم و يكون فيديو خفيف ضريف على قلوبكم و يلاقي استحسان من عندكم يجي خفيف زوين مورق شيش الصراحة يعني بلا مجمالات صراحة جغزال زوين بزاف هذا هو الوقت دياله و هادي نحاول نقطع معكم واحدة الملوية و قعد جي مخرقة مخرقة غزال و مورق ما شاء الله كيف كتشوفوا انتمنى على الفيديو و الوصن يا ايديالو انتمنى على انه يعجبكم و يلاقي استحسان من عندكم و ما تنسونيش بالاشتراك اللي ما زال باشتاركش بالقناة ديالي اعمل الاشتراك و تفعيل الجرس باش دائما وصفكم جديد فيديوهات ديالي محتاجة دعمكم و قناة تستحق الدعم و ما تنسوش اللايك و بارتاج و انطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد و في وصفة جديدة ان شاء الله ناس